اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانالتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي ربما واحدة من النقاط التي يشترك بها كل حكام الدول الهشة الضعيفة الممزقة يعني التي يحكمها الفساد والخراب ربما يشتركون كل الحكام هذه الدول بصفة واحدة ربما واحدة من الصفات المهمة وهي انهم يعتقدون انهم قادرين في اي لحظة على ان يقمعوا شعوبهم وان ينظوا في طريقهم الى ما لا نهاية هذا واحد من الاخطاء الكبيرة والهواء التي تعيشها الطبقات الحاكمة في كل هذه الدول والعراق جزء من عدها وفي مقدمتها ربما حديث هذا له صلة بما يحدث ويحدث في السليمانية وفي مدن الشمال في شمال العراق في أربيل وفي دهوك وفي أقضية كثيرة من تظاهرات للطلاب هناك الحقيقة هذه التظاهرات التي انطلقت من جامعة السليمانية من أحد معاهدها ولبوا الطلبة في كل كليات الجامعات السليمانية نداء أخوتهم وخرجوا معهم لطالبوا بحقوقهم أقول كانت متوقعة كانت طبيعية وحركة طبيعية وجزء من حركة الشعوب جزء من حركة هذه الأمواج التي تقف ضد الباطل تقف ضد السوء تقف مطالبة بفرص الحياة بحقوقها في الحياة هذا واقع الحال كردي عربي مسيحي مسلم شيعي سني تركماني أي إلكان في العراق هو أولا وأخيرا إنسان وأولا وأخيرا عراقي وهو أولا وأخيرا يعاني من الضيم والقهر والظلم يعني ربما كنا نشاهد هذه المشاهد التي ظهرت على شاشات الكثير من القناة الفضائية لهؤلاء الذين هربوا وغالبيتهم من العراق لكي يحاولوا محاولة يائسة للدخول إلى أوروبا والعيش في بلدان أخرى بعيدا العراق ووصلوا عند الحدود البيلاروسية البولندية وكانت هناك كارثة كبيرة وشاهدنا مقابلات مع الكثير منهم من عادوا ومصرين على العودة مرة أخرى ومن لا زالوا هناك كلهم تحدثوا والكثير منهم من الأخوة الأكراد في شمال العراق تحدثوا عن وضع اقتصادي سيء أجبرهم على هذه الرحلة العجيبة رحلة الموت هذه الظروف الحياتية الظروف التي عاشوها لا يمكن لبشر أن يعيشها فاضطروا إلى أن يرموا بأنفسهم في المخاطر وهذا الحال يعني واجهه الكثير من شباب العراق كثير من عوائلة عندما رموا نفسهم ب زوارق مطاطية في البحر البيض المتوسط وكانوا يتوجهون إلى أوروبا والكثير منهم غرقوا وصار البحر البيض المتوسط مقبرة كثير من أبنائنا مع الأسف الشديد بسبب الأوضاع السيئة في العراق هذه الأوضاع التي باركتها أمريكا ويباركها المجتمع الدولي تباركها الأمم المتحدة مع الأسف الشديد تباركها الدول الأقليمية وتقبل بها وتصر عليها مع أن الشعب العراقي يرفضها وأعود مرة أخرى أقول هذه التظاهرات التي انطلقت المطالبة بإعادة المنح منح كانت تمنح للطلاب بحدود 60 ألف دينار عراقي ومئة ألف دينار عراقي للطلاب لكي تعينهم على دراستهم وحياتهم الدراسية وقطعت منذ عام 2014 عندما قطعوها قالوا بسبب الظروف المالية الصعبة لكن بعد ذلك تطورت الآن ومن سنتين وأكثر الظروف المالية وتحسنت وتفاهموا معها مثل ما يقولون مع المركز وجدتهم الأموال وأسعار النفط ارتفعت ووصلت إلى الآن يعني فوق 80 دولار 82 و84 دولار للبرميل النفط وبالتالي في بحبوحة من الأموال تأتي للعراق لكن هذه المخصصات رغم مطالبة الطلبة بعادتها لا تعاد ولا أحد يسمعهم لذلك خرجوا المطالبة بها وإذا بقوات الأمن تواجههم مثل ما واجهتهم في بغداد في الناصرية في البصرة في الأمارة في كل أماكن العراق واجهتهم بالحديد والنار قنابل الغاز المسيلة ومع أنهم كانوا يتحدثون عن الديمقراطية والحرية وانتقدون تلك الأوضاع لكن واجهوهم بنفس القضية بنفس الإسلوب وسقطوا الكثير من الضحايا من الشباب الجميل من شباب الجامعات في السليمانية وفي مناطق أخرى وهم يهتفون مطالبين بفرص لحياتهم مطالبين بحقوقهم وأدى هذا القمع إلى ارتفاع سقف المطالب هذا واقعي جدا عندما تضغط ولا تستجيب للمطالب يرتفع سقف المطالب بين لحظة واخرى ارتفع سقف المطالب عندما وجدوا الطلاب أن الأحد يسمع لهم ويحاولون أن يضغطوا عليهم يقمعونهم ارتفع سقف المطالب وبدأوا يطالبون بإسقاط الأحزاب بدأوا يهتفون ضد أحزاب السلطة هناك بدأوا يهتفون ضد الحكومات المحلية هناك وبالتالي تطور الحال إلى ما شهدناه عشرات الآلاف من الطلاب ويدعمهم الكثير من الناس لأن هؤلاء لم يخرجوا يعني من لا شيء هؤلاء خرجوا من بيوت والبيوت ترعاهم وتعرف تعرف معاناتهم وهم يعرفون معانات آباءهم وأمهاتهم وأخوتهم في توفير سبل الحياة لهم فبالتالي يخرجوا ويطالبونه بأقل ما يمكن من حقوقهم في الحياة لكي يستطيعون يتعلموا بشكل جيد ويكونوا أدوات للبناء في مجتمعهم في بردانهم هذا ما حصل وهذا نفس الحال تكرره في بغداد وتكرره في البصرة والأعمارة والناصرية والأنبار وديالة وفي كل مناطق العراق الحقيقة منذ عام 2003 إلى حد الآن يتكرر هذا وآخرها ثورة شرين وأيضا واجههم بالنار وقتلوا ألف شاب وجرحهم أكثر من ثلاثين ألف وما زالت المواجهات جارية والوضع ما زاله يعني ضبابيا كل البناء ونعود مرة أخرى كل البناء ونقول أنه كل البناء الذي بنيه منذ عام 2003 لحد الآن بنيه على أرض المتحركة على رمال متحركة وهؤلاء الذين يحكمون للعراق مهما كان نوحهم مهما كان شكلهم يعتقدون أن هذا بنيانهم ثابت وهذا غير ثابت ويعتقدون أنهم قادرين على شعوبهم هم لا يستطيعون أن يقدروا على شعوبهم شعوبهم لديها الحق وهي من تقرر مصيخة بالتالي الشعوب هي من تقرر مصيخة هي من تطالب والحقوق لا تعطى تؤخذ لذلك خرجوا هؤلاء وسيخرجون وسيكونون موجات كبيرة كبيرة ستضرب يعني أعادوا قالوا وعدنا المخصصات لكن ثورة الطلاب لم تقف ثورة الجماهير في شمال العراق لم تقف الآن اتطور السقف لماذا تدفعون الناس إلى هذا لماذا تغضمون حقوق الناس تسرقونهم تؤذونهم وبالتالي تضطرونهم إلى الخروج عليكم وتواجهوهم بالنار والحديد هذه مشكلة العقول الخاوية التي لا تعرف بيعتدير هذه الدول مشكلة كبيرة الحقيقة أعلم الله العراق والعراقيين على ما ابتلاهم لكن يبقى يعني يبقى الشباب تبقى هذه الكتل التي يعني يعتمد عليها في كل بلدان الدنيا الشباب هم عماد البناء هم عماد الحاضر والمستقبل هم الذين يبقون هم الذين يقررون مصير الحياة وشكل الحياة وطبيعة الحياة وشكل بلدانهم هؤلاء الذين يقررون لا أحد يقرر عنهم وبالتالي القرار بأيديهم وهم من يشكلون الموجات الصغيرة وتتحد مع بعضها لتكون الموجة الكبيرة التي تضرب كل كل الظلم وكل القهر لم ينتهي الوضع عنده هذا انقمعت هذه التظاهرات والانتهى ستعود مرة أخرى وتعود مرة أخرى إلى أن ينتهي هذا الحال الشعوب في النهاية هي المنتصفة وفي العراق لا يختلف الحال عنه في كل بلدان الدنيا وقرأوا التاريخ هذا ما سيحصل والشعوب هي من تكتب تاريخها من تكتب حياتها سطور حياتها وليس من يحكمهم هؤلاء السلطات الحاكمة هذه ستذهب وسيذهب بها التاريخ وسيقول عنها التاريخ تلمته لكن الشعوب باقية وهي من تقرر نصيرها وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بالخير وأستودعكم الله وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة